في شرق الجزائر الأقصى وبالتحديد بمنطقة الدرمون بولاية تبسة التي تعد من المناطق الفلاحية الهامة بالولاية مشاكل تنموية ونقائص عديدة حاصرت سكانها كان مناطق مثلا من فوة، سارق الرقّة، راملية، صبرة، النابكة، الزعيف، مناطق درمون، مناطق ظل بامتياز نحن أمام مدرسة أصبحت مدرسة مهترئة وكانت قيدة العمل وأمامنا أيضا مستوصف وكان أيضا قيدة العمل وفرع بلدي ولكن الأسف الشديد نحن في هذه المنطقة نعاني عدة إشكالات وعدة مشكلات والرئيسة أهدر على مناطق الظل نحن روى الماء ما عندناش نشربوه من العين تاعة الصنارام يكثر خيرهم وساعة ساعة ساعة نش بدو يجوي قصوا هنا بالثلاثة ربع أيام نشيرو في الماء من عقل تحمد بربع مئة ألف سيتيرنا والله بربع مئة ألف والقاز ما عندناش نشمنه ومنا دلك للقاز ما عندنا قفلنا نحن معنا حدشل قلت لي مات السائر الرئيس البلدية قلت وولدي أجوننا وشوفونا كذاب العمر مجلنا واحد ولا شاف ولا طلع لنا ولا والو جبانة منسية رئيس البلدية وعند زيارته أكد التزامه بتلبية مطالب السكار في أقرب وقت ممكن مشيرا إلى تواجدها ذمن برنامج الحكومة الخاص بترقية المناطق الحدودية المنطقة هذه المواطنين يشتكون على طريق الجزء الأول للشطر الأول منطقة الرملية للحقف الشطر الأول يرون مخدوم على مسافة 4.5 كيلومتر هذا تكفلت به الولاية كانت الدولة في الأول الأخيرة أنها توجهت للفلاح وهذه توجيهات سيد رئيس الجمهورية لأنه في الأول الأخيرة على غيرار منطقة هذه المناطق منطقة بتيتا منطقة سوكياس أنه توجهت لجان أنها من أجل دراسة إمكانية تربط الفلاحين بالكهرباء الفلاحية كانت زيارة الأخيرة من طرف سيد رئيس الجمهورية في طار العلاقات المتبادلة لما بين الجزائر والدولة الشقيقة تونس جت لجنة وزارية وزارة المنطقة وإن شاء الله نطلبه إن شاء الله يكون الخير بالنسبة لهذه مناطق حدودية كثيرة ظلت لوقت طويل في الظل بعيدا عن الترمية غير أن الاهتمام الذي تخضى به اليوم من طرف السلطات العليا بالبلاد أعاد الأمل لسكانها وبشرهم بأن شمس التنمية ستشرق غريبا